مضى وقت طويل ولم نسمع بعبارتي مطابق وغير مطابق وسلامة الغذاء في لبنان قد تكون مهددة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إجراءات المراقبة على المصانع والمحال والمطاعم والملاحم والأفران انخفضت وهناك صعوبة في ضبط الغش الغذائي فهل أضحت صحة المواطن على المحك؟ وزارة صحة بشكل عام تقوم بعمل نوعين من العمل العمل اللي هو روتيني الكشوفات الروتينية هادي أكيد تأثرت بظل الأزمة وفي عنا الكشوفات اللي بتصير بناء على حادثة معينة هادي بعضا عم بتصير بالريتم نفسه في عنا أشياتانة عم تساهم كمان أنه بتراجع سلامة الغذاء هو موضوع وجود الطاقة بالبلد يعني اليوم إذا أنا ما عنده كهرباء وعم تبقى اللحوم من دون تبريد من الليل للنهار أنا هادا الشيارة رحكم عم بساهم بزيادة عدد البكتيريا سأنا هنا اليوم ما فيه تمن أنه اليوم لنبقى الفخير بظل مشكلة الطاقة اللي عنا إياها كمان يعني عنا غشة الغذائية عنا الطاقة وعنا أكتر من فاكتور بيجتمعوا نوعية المواد الغذائية اللي عم تستعمل إلى آخر في ظل هذه الظروف تكثيف الإجراءات الذاتية قد يكون أحد الحلول لضمان جودة وسلامة الغذاء فلبنان كان قد اشتاز شوطا كبيرا في تطبيق شروط سلامة الغذاء بعد الحملة التي انطلقت في العام 2014 ما حافظ على الالتزام ببعض المعايير الآن الحملة اللي قامت فيها وزارة الصحة في 2014 كانت دافع كتير منيح لتغيير البناء تحتية بالمطابق بالمؤسسات الغذائية وبالمعامل يعني صار فيها إذا بدك تغييرات بالشكل العام بموضوع الشروط الصحية قدرتون شرائية كمان لأصحاب مؤسسات قلت يعني بالوقت اللي كانوا يستعملوا كرفوف كانوا يستعملوا كمامات كانوا يستعملوا مواد التعيم وتطهير وتنظيف كانوا عندهم قدرة يستعملوا بذل الأزمة الاقتصادية أكيد ما عندهم قدرة يستعملوا هذا الشيء أكيد بالنسبة لنا فرق كتير بالمستوى النظافة الشخصية وسلامة الغذاء يعني بشكل عام لا يمكن المس بأي شكل من الأشكال بالحفاظ على الحد الأدنى من معايير سلامة الغذاء ولا بد من اتخاذ قرارات وإجراءات لحماية المستهلك من كافة أشكال الغش الغذائي وتكثيف الكشفات الدورية من الجهات المعنية خصوصا أن الكادر البشري من مراقبين صحيين ما بيده حيلة ويحتاج إلى دعم فهل سنسمع من جديد بمطابق وغير مطابق؟